أكرم عذاب شاب بعمر 24 سنة كان متواجد في ساحات تظاهر منذ عام 2011 الرجل يحمل من الوطنية الكثير وكثير من الشباب يعتبرون نموذج لهم أو مثال لهم حقيقة هو كان لاعب أساسي ومنسق كبير في تظاهرات 25 أكتوبر وهو كان موحد لهذه الساحات دوما في تلك الفترة لكن حقيقة تمت عليه عملية تشويه للسمعة وتشويه لصورته أمام الجميع مع ذلك هو كان مستهدف بشكل كبير عن طريق التحريض أو غيره في وقتها عادة جهة سياسية معينة تمت من شخص يمثل جهة سياسية داخل الساحة بدأ أن ينشر ضد أكرم عذاب من المعلومات المشوهة لصورته بشكل كبير طيب أكرم أو الحقيقة أكرم عذاب حاول الدفاع عن نفسه في طريق عمل فادمقلب بهذه الجهة السياسية وهذا الشخص يمثل هذه الجهة السياسية بالتحديد داخل الساحة حاول الحقيقة بعد ذلك أكرم شعر بالخطر وغادر إلى أربيل وسليمانيا في ذلك الوقت لكنه رجع قال أنا ما علي شيء يعني شونه اللي دي علي يعني خلاف سياسي وحتى ما عدي على الكثير من العلاقات صداقة مع هذه الجهة السياسية والحقيقة ما حد متوقع أن أحد يتعدى على أكرم عذاب باعتباره شخصية معروفة داخل ساحة التظاهر حتى السياسيين وقابل كثير من الناس رئيس الجمهورية وجنين بلاس خارت وغيرهم لذلك هو معروف والتعدي عليه في الشيء كبير وصعب جدا ويقضي على كثير من الأمم الحقيقة كل الأمور تشير إلى أن هذه الجهة السياسية ربما هي استهدفته لكن لا نستبعد النظرية الأخرى أن طرف ثالث استغل حالة الخلاف ما بين أكرم عذاب وهذه الجهة السياسية وحاولت أن تعمل شق بهذا الأمر أو سوي لغة حتى تكون الجهة السياسية هي المتورطة أن طرف ثالث ومن قابل هذه العملية هناك الكثير من الأطراف السياسية الأخرى والميليشيات التي تحاول تدمير الشباب العراق بأي طريقة كان فهذه هي القصة التي حصلت مع أكرم عذاب طبعا البارحة هو القصة أنه كان في منطقة طالبية وقرب بيته ومع بنته وصديق آخر يعني ما أريد أذكر اسمه حقيقة طيب كان راجع من الشمال قبل أربعة أيام وشارك في تظاهرات التي كانت تبارحة بقانون جراء المعلومات التي حصلت في ساحة الفردوس بعد رجوعها إلى بيته حاب يشتري طعام البنته الصغيرة فاطمة لكن نزلوا عليه بسيارات وضربوا في ثلاث أطلاقات اثنين في رجلة والثالثة في بطمة وعلى الأسف يعني اليوم العملية حتى يعني تكلمنا معاه أنه شالوا ثلاث أمتار منها معاه وحالته ليست مستقرة ومن بارحة اليوم هو منايم ميريدينام يعني من الحزن وليس من خوف وإنما من الحزن أنه كيف يتم غدري بهذه الطريقة اشتركوا في القناة